دي كانت النقطة اللي خلتك يعني لا تستسلم بقال ما يقال في أدبيات الجماعة بدأت تدور انت ايه اللي حصل من عنفه وحصل لي وحصل ازاي ايوه من 92 من شهر يناير 92 قمت بإعادة الدراسة بشكل كامل سواء في رسائل حسن البنة سواء في تاريخ الجماعة وقرى اللي ده كتبوا واللي ده كتبوا اللي ضد الإخوان واللي مع الإخوان اي قناعة كونت لديك يا فنديم بعد القراءة دي طبعا كان فيه ارتباك لازم يكون فيه ارتباك في القول وكان يعني وكأن الواحد في مشاعره لا يريد ان يصدق انه ممكن تكون الجماعة عملت هذا الكلام عن قناعة ولما اجي اقرأ بعد كده انه في ختيال الخزندار اتعملت جلسة لمناقشة حسن البنة دي اللي حضرها عبدالعزيز كامل عبدالعزيز كامل وكتبها يعني في كتابه نهر الحياة وانه عبدالرحمن السندي قال فيها انه قال ميني خلصنا من الراجل ده وانه وقع في انا بتاع السلاح طالما بيقول لي ميني خلصنا من الراجل ده ده امر ان انا ابتدي انفذ لو قالي الكلام ده قدام الراجل المسؤول عن قسم الدعوة هيؤمر باقامة ليل ويقول يا رب خلصنا من لكن انا بتاع سلاح لكن انا بتاع سلاح فلما نفذ الكلام ده حصل خلاف بينهم بقى في المناقشة في الجلسة دي هل ده امر من حسن البنة ولا مش امر طب احنا نشيل الدية وبعدين قالوا خلاص الحكومة شالت الدية ويبقى احنا ما عليناش اي حاجة في هذا الموضوع الواحد يدور ويشوف اكتشف ان البقوري اتكلم عن اغتيال احمد ماهر رئيس وزراء مصر ده هو كان الشيخ البقوري في المذكراته يعني هو اول تقريبا ما نكشف انه من اغتيال احمد ماهر هو من الاخوات اه محمود عيساوي يعني كان اول مرة اه مع المحمود عيساوي كان حزب وطني اللي هو الحزب الوطني قبل اتنين وخمسين اللي هو اصلا بتاع مصطفى كامير ومحمد فريد وانه كان محامي وبيشتغل في مكتب احد المحامين في ده كشف انه التنظيم السري نفسه نشر الافراد بتوعه داخل بعض الاحزاب السياسية عشان لما حد منهم يغتال حد او يرتكب جريمة او يفجر ينسب الامر للحزب الذي هو منه عشان كده سبهات وقتها دارت حوالين اه ابتعدت على الاخوات اه وان الحزب الوطني هو اللي عمل كده اللي كشف ده اه الشيخ البقوري اه في الفسائر تحت الامامة اه المذكرات بتاع فهو اللي قال الكلام ده فابتدى بقى الكلام يعني انه ارجع اقرى فاشوف الله ده احمد ماهر وبعدين اشوف هو احمد ماهر ده كان ايه قبل كده النقراشي كان ايه اكتشف بمقرى انه هم كانوا من الشباب الثائر في ثورة 19 ضد الانجليز وانهم حكموا امام محكمة عسكرية انجليزية وانه في مصر يعني وطنيين من التراز الاول وانه اتحكم عليهم بالاعدام وانه مصطفى النحس كان محاميهم في الاستقناف وصدر لهم حكم بعد ذلك بالبراءة الله دي دي له شخصيات وطنية الربكة اللي بتبقى موجودة عند الواحد تخليه يبدأ يراجع الافكار فالافكار بقى لما تتراجع ابو الصلاقي حسن البنة بيقول كلام عن العنف الا انه اللي هو عقيدة قائمة وقية عند الاخوان العنف المؤجل لما يستكمل الاخوان ادوات القوة يبقى لازم يستخدم العنف وقال كده قال اننا في رئيسات المؤتمر الخامس اننا ذاتهم سنستخدم القوة في مواجهة قومينا ولكننا حينما نستخدم القوة سنكون شرفاء فننذر قومنا اولا ثم نتحمل كافة التبعات الله هو بيقولها بشكل صريح طب ازاي الواحد اراها وعدت على دماغه وما خدش باله من مدلول بالعكس انت قاريتها وقتها باعجاب باعجاب شديد اه اه طبعا ازاي المشاعر بتزيف بتتسبب في تزيف العقول العقل يستقبل الشيء على غير معناه الصحيح